طيبا وان الاسم الذي اطلق على نوعية القمح الذي تم تزشين زراعته في محافظة مأرب مؤخرا بعد ان تمكنت محطة البحث الزراعية في المحافظة من اجراء كافة مراحل الاختبار حيث اثبت تفوقه بالانتاجية ونوعية وصفاته بشكل عام التعريف بهذا الصنف من القمح جاء متزامنا مع اليوم الحقلي الذي نظمته محطة البحث الزراعية للهضبة الشرقية مأرب الجوف لنشر صنف جديد من اصناف القمح في حقول المزارعين اطلقت عليه اسم طيبا وان بعد نجاح كافة مراحل الاختبار والتقييم له والاكثر لبذوره خلال الموسم الزراعي 2020-2021 وتم اختبار هذا الصنف من بين 246 سلالة من بذور القمح وتمت عملية الاختبارات والتقييم له خلال تسعة مواسم زراعية واثبت تميزه في النوعية وصفات الانتاجية الكبيرة التي تقدر بستة اطنان للهكتار الواحد الى جانب قدرته على مقومة التغييرات المناخية مع ثبات كمية الانتاج لنقل المخرجات والتقنيات البحثية التي تم الحصول علىها من خلال دراستها لعدة سنوات في المحطة البحثية وايضا في حقول المزارعين نسعى الان الى نشر هذه الاصناف ومن ضمن الاصناف التي تحملت تحصل عليها خلال السنوات الماضية وخصوصا في عام 2019 تم الخروج بها أو تأكيدها كتجربة تجربية هذه الخطوة اللقيت تفاعلا كبيرا على اعتبار ان القطاع الزراعي يمثل مرتكزا رئيسيا لتعزيز الامن الغذائي الى جانب ما يمثله من اهمية اقتصادية في خلق فرص عمل كبيرة لمختلف شرائح المجتمع كما يوفر فرص استثمارية واحدة في مختلف المجالات لرؤوس الاموال الراغبين بالاستثمار وكيل محافظة ماري بعض الله الباكري دعى المزارعين في المحافظة الى التوسع في الزراعة القمح بشكل كبير باعتباره اساس الامن الغذائي في البلاد مشددا على اهمية المحافظة على التربة والاراضي الزراعية والحفاظ على جودة الاصناف من اجل الوصول للاكتفاء الغذائي نحن نريد اكتفاء ذاتي اخواني لابد ان نشجع المزارعين والمزارعين يجب ان يتفاعلوا ويحافظوا على التربة يحافظوا على جودة الاصناف نحن حقيقة ان الاخوة في ادارة البحوث نشكر جهودهم ونتمنى انه يكون كل عام انتاجيه افضل ومع هذه الخطوات التي يأمل الكثير ان تنعش القطاع الزراعي في اليمن بشكل عام فان محافظة مأرب ومناطقها الزراعية بما تمثله من اراضي خصبة ووفرة في المياه التي تأتي عبر السد فانها تشكل مرتكزا هاما في اعادة الريادة للقطاع الزراعي وامداد السكان بالغذاء والمنتجات الزراعية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الزراعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة